أنا أقول بقى لحضراتكم كده أصرار مهمة جداً ومعلومات مؤكدة معلومات مؤكدة يريد ترجع لي يا عادي لأن الجزئية دي غاية في الأهمية رقم واحد وزارة الشباب والرياضة تأكدوا تأكدوا وزارة الشباب والرياضة لن تسكت عما حدث وتأكدوا أنه حيكون فيه قرارات بل قرارات كمان قوية ده أمر مؤكد الكواليس بقى اللي حصلت على مدار الفترة اللي فاتت إيه أو على مدار آخر 72 ساعة بالتحديد يوم الأربع والخميس كان فيه لجنة من وزارة الشباب والرياضة نزلت عشان تحق فين في التحدي الكرة المصر؟ مين استقبلهم؟ المدير التنفيذي للتحدي بالحرف أنا أحكي لكم بالحرف اللي حصل بالزبط قالوا يا جماعة تفضلوا تحت أمركم اللي أنتوا عايزين وإحنا ما فيش أي مشكلة قالوا دلوقتي إحنا جاي بسبب مشكلة الأهلية وبسبب أزمة الأهلية عايزين نعرف فين المشكلة فبعد إذنك هتلينا إيه؟ هتلينا خطابات بتاعت الاتحاد الأفريكي تمام؟ قال لهم حاضر وروح أجاب لهم أني خطاب الخطاب للاتحاد بعثوا للوزارة اللي هو الخطاب منقوس وتم إرساله متأخرا جدا جدا فعضو اللجنة قالوا لأ بعد إذنك إحنا عايزين خطاب الأصلي اللي جالكم من الاتحاد الأفريكي اللي كرة تركان عايزين نبص عليه قال له أصلي ده خلي بالك بقى من الكلام قال له أصلي ده عند قسم الترجمة هنا في محاولة لإلقاء الاتهام على قسم الترجمة إن هم اللي في الوزش عمليش دعا قسم الترجمة اللي عمل كده قال له يا فندم بعد إذنك لأ إحنا برضو عايزين الجواب أو عايزين الخطاب اللي جالكم بشكل رسمي من الاتحاد الأفريكي غاد دقايق راح جاب الخطاب الرسمي اللي هو في إيه فيه سبع بنود اللي بتضمنهم إيه بتضمنهم تنظيم نهائي دور الأبطال الأفريكي ونهائي الدور الأبطال الأفريكي للكرة النسائية اللي هم تشالوا من إيه من الجواب أو من الخطاب اللي تم إرساله لوزارة الشعب والرياضة من كبل الاتحاد المصري للكرة القطرة فهنا استغرب عضو اللجنة قال له طيب أنتو دلوقتي بعتين لنا الخطاب منقوس ليه ليه مش بعتين أصل الخطاب اللي جالكم من الاتحاد الأفريكي بص بقى الرد يا هو قال له أنتو ليه ما قلتوش أن النهائي دور الأبطال الأفريكي ممكن ننظامه هنا ما بعت لنا الكنفدرالية وكذا 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 ليه ما بعتوش الباقي قال له بص بقى الرد وأنا بحكي لحضراتكم بالتفاصيل اللي حصل قال له أصل إحنا كنا عارفين أن الأهلي مش عايز ينظم النهائي ده طبعا إيه ده الجواب أو الخطاب الاتحاد بعته لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي طبعا جواب منقوس فخليني أقول لحضراتكم بقية الكلام اللي حصل قال له أصل إحنا ده المدير التنفيذي للاتحاد بيرد على العضو اللجنة إحنا كنا عارفين أن الأهلي مش عايز ينظم البطولة هو أصلا مش دور الأهلي أن يطلب تنظيم هو مفروض الاتحاد يخطب الأهلي والأهلي يقول له ماشي نتمنى التنظيم هو عمر الأهلي لما يبقى فيه فرصة أنه يتنظم هنا من مباراة واحدة هيقول لك لا هقول لك لا مش عايز لا طبعا قال له طبعا أنت عرفت منين أن الأهلي مش عايز قال له إحنا عارفين كالتحاد كورة إحنا عارفين قال له فيه أي اختباط رسمية جات لك من الأهلي تفيد بكده قال له لا قال له يبقى كلامك لا يعتد به وما لهش أي أساس بالنسبة لي أو أي لازمة بالنسبة لي تمام فبناء عليه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية إيه ده فيه نقطة كمان قال له إحنا لا أصلحنا كمان كان ده مدير تنفيذي التحاد قال له أسلحنا كنا متوقعين إن الأهلي مش هيوصل نهاية أفريق ودي بالنسبة لي تصير عدد كبير جدا من الاستفسارات في الحياة لكن إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية إيه طبعا اللجنة خلصت عمالها على مدار 48 ساعة وكتبت تقريرها ودته المستشار القانوني للوزارة المستشار القانوني الرفع وخلاص بشكل رسمي لمكتب الوزير مكتوب إيه في التقرير ده أجيب لحراركم الكوليس مكتوب إيه في التقرير ده اتهام واضح لمسؤول بعينه داخل الاتحاد بالإهمال والتقسير وبناء عليه المطالبة بالتحويل للنيابة الإدارية دي معلومة على مسؤوليتي بناء عليه المطالبة بالتحويل للنيابة الإدارية كتوصية كتوصية خلي بالك عشان الناس اللي تقطع الفيديوهات كتوصية فبالتالي إيه التوصية من الوارد إن الوزير ياخد بيها ومن الوارد لا هو حيستشير أقرب مستشاريه اللي هو مستشار القانون هياخد بقى بالتوصية دي وتحويل هذا المسؤول للنيابة الإدارية أوكي مش هياخدها برضه ده قرار الوزير فعنشوف الوزير حيكرر إيه خلال فترة جاي بس هو المطلوب فعلا زي ما كابتل محمود الخطيب كده قال احنا عايزين سرعة في التحقيقات ونتائج هذه التحقيقات لأن الموضوع بقى يعني قضية رائعة مش بس حاجة تخص النادي الأهلي لأن دي مصلحة بلد يعني في كل الأحوال فدي كانت أبرز الكواليس اللي حصلت وأبرز الردود الغريبة من مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم